تم توقيع على بيان مشترك في الجزائر وفرنسا في ختم الدورة الخامسة للجنة الحكومة رفعة المستوى الجزائرية الفرنسية بالإضافة إلى اتفاقات وإعلانات نوية وبهذه المناسبة تم توقيع على محظر نقل ملكيات 51 قطعة نقدية أثارية من قبل وزير الشؤون الخارجية رمطال عمامرا ووزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسية بورنو لوميرا وتم كذلك توقيع على إعلان نواية للتعاون في ميدان السياحة فضلا عن التوقيع على مذكرة تفاهم بين مؤسسة ترقية وتسيير هياكي الدعم المؤسسات الناشئة الجيريا فانتورا والوكالة الفرنسية للتطوير وإعلان نواية في مجال اقتصاد المعرفة والابتكار والمقاولة وفي مجال العمل تم أيضا توقيع على إعلان نواية للتعاون وكذا اتفاقية شركة وتعاون في مجالات الفلاحة والصناعة الغذائية ويضاف إلى ذلك إعلان نواية للتعاون الصناعي والتكنولوجي وإعلان نواية للتعاون في ميدان تكافؤ الفرص بالإضافة إلى إعلان نواية للتعاون في مجالات حماية وتلقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكذا على اتفاق إطار متعلق بالشبكة المشتركة للمدارس البيانة تضمن أيضا إعلان نواية تعاون تتعلق بمعاهد العلوم وتقنية تطبيقية